خطيب ايمان باطماء السابق يعلن النصر في اول ظهور له بعد فصح الخطوبة اليكم التفاصيل فمنذ ان انتشر خبر فصح ايمان باطماء لخطوبتها من خطيبها السابق ايوب حيمي والذي كان يرافقها دائما اختفى ايوب عن الانظار ولم ينشر منذ ذلك الوقت اي منشور ولا صورة له لكن بمجرد ان بدأت ايمان تظهر برفقة شاب اخر وتنشر صورهما معا وتوثق لحظات حميمية وصفرية تيما قرر ايوب الظهور مرة اخرى بعد ان نسي الام الفراق وتقاسم الحبيب السابق لشقيقة الفنان المغربية دنيا باطماء مع متابعي عبر حسابه الخاص بموقع الانستغرام صورة له ظهر من خلالها وهو يرفع شارة النصر الشي الذي جعل رواد السوشيال ميديا يتساءلون الف سؤال وسؤال عن ما يقصده ايوب بهذه الاشارة خاصة بعد اول ظهور له بعد فسخ الخطوبة وفي نفس السياق فقد لمحت ايمان باطماء بطريقة غير مباشرة لسبب الرئيسي وراء انفصالها عن خطيبها ايوب حمي حيث شاركت باطماء الصغرى مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الشخصي على موقع التواصل الاشتماعي الانستغرام كشفت من خلاله عن المراحل التي تعيشها الفتاة من اجل نسيان حبيبها الذي اكتشفت كذبه وخداعه وتضمن الفيديو مجموعة من المواقف التي من الممكن ان تكون ايمان باطماء قد عاشتها في علاقتها مع خطيبها الصابع ابرزها سوء المعاملة وكيف كان يلومها على كذبه وتصرفاته واكتشافها لخداعه وكيف اعترف بكذبه بالاضافة الى انهيارها في اللحظة التي قررت فيها الرحيل وتركه بسبب عيوبه الى جانب ذلك تقسمت ايمان باطماء الصورة قيل انها لحبيبها الجديد ارفقتها بتعليق جاء فيه الحب في الهواء موعيدي الابدي